استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم جموع المهنيين بشهر رمضان الفضيل من وجهاء وأبناء القبائل وأنجالهم الذين وفدوا من مختلف مناطق الدولة لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة وتبدل سموه وأبناء شعبه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهانية والتبريكات داعين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وسعادة وتسامح على مجتمع الإمارات وأن يعيده على قيادتنا المعطاء بدوام الصحة والعطاء وعلى دولتنا العزيزة بالطراد التقدم والرخاء والاستقرار وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة راجين الله العلي القدير أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال ترجمة نانسي قنقر هذا وحضر الأمسية الرمضانية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير وعام دائرة التشريفات والضيافة في دبي سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة